السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراتي لو انا عندي مموعة من التسقات وكلهم مرتبطين ببعض يعني كلهم مثلا اعمال تحفر كلهم اعمال مية اعمال تكييف فعايز اربط بينهم فهعمل select عليهم على بعض الحاجات هيئت مثلا على دول وهاجي هنا في السامر السامر هيعمل ايه؟ هيضيف للتسق يجمع كل دول تحتية بالشكل دوت يعني هيتقبر ده الاب وده الابناء ده ملتسم بالعدد الايام ديت ايه دي جمع حالي لحده مواصل المدول 25 يوم وفيه يوم في يوم باش واضح بفردنا مثلا اليوم او عدد ساعت يبدأ يجمع لي الايام دي كلها بشكل دوت ويقول لي المجموعة بتاحهم هيبقى قد ايه؟ اللي هيبدأه امتى؟ هيتو امتى؟ هيتو امتى؟ ده تاريخ بداية اول مهمة تتعامل لو هيتو مع اخر مهمة لو جدت وصلت كده هتلاقي مهمة هتلاقي ان هو اعمل من هنا الى هنا اللي هي اخر حاجة طيب لو انا قلتلو انا عندي المجموعة بتاحهم ممكن بدل ما هو واحد وعشرين هيبقى 9 وعشرين وفيش ايه مشكلة خالص تمام؟ انا بالعكس بديلو فترة اطول لو قلتلو اخليهم مثلا يومت سبعة هيقول لي خلي بالك ان المفروض يخلصوا يومت سبعة بينما هم مجموحهم كلهم يخلصوا هنا فانت لما تخلي اتنين جوب يبدأوا مع بعض او تجيب حد من براي يساعد يساعد في المهام دي بحيث انها تخلص طيب لو انا جيت على اللي هي الملخص دوت او اللي جامحه مع بعض والتلو دليت اللي يحصل ده هيلغي وهيلغي كل الحاجات التحتية تمام؟ ده انا مش عايزه انا عايز اعلم على الفرعي واقول له الغيلي بقى المجموعة دوت فيرغي المجموعة ازاي هاجي هنا على قضية اقول له خلي التسك دي ترجع تبقى زيها زي البقلي ما تبقاش فرعي من واحد لو انا جيت هنا بيبدأ يحطهم لتحت المهمة ديت طيب ده انا مش عايزه اجي هنا خلص ده مبقاش مرتبط بيهم وبقى المهمة عادية خالص وتقدر تلغيها ما لاش اي مشاكل خالص في اللغة بتاعتك كانها مهمة منفصل عن بعض المهام اشتركوا في القناة